السلام عليك حقيقة الله عزيز المشاهد كثير من طلبات جثني عن لبس السامراي او درع السامراي وهذا الدرع صراحة اشوفه من افضل دروع اللي تتناسب مع شخصيتكم لكن يبالها حبتين تتقدم في اللعبة وتوصل الى هذا المكان في المنطقة الثلجية فريزينغ ليك اذا انت فاتح حب تحصلها في هذا المكان واذا ما عرفت تفتح المنطقة الثلجية اذا كلمت مدينة هنا في الالدن ثرون راح تطلب بانك تروح للمنطقة الثلجية وتعطيك مفتاح اللي راح تستخدمه في القراند لفتوف رولد ضروري انك تتم ماسك اقصى اليمين هنا لان فيه ثنين بيكون علي سارك المهم بتوصل عند هذه البوابة الكهف وهنا راح تحتاج اثنين من ستون سورت كي اول ما تدخل هذا المكان راح تشوف صخرك اذا مشكوك في وضعها فهذه الصخرة اللي بتنزل من عندها اول ما تنزل تحت بتشوف زي مدري وش اسمه هذا بورقة بطويلة المهم هذا لجلدته راح يخفي لك زي الاشباح هذا اللي حوالينك فضروري انك تركز فيه اما زي ذيابه اللي اردي مرسبنين ما راح يختفون فراح تصفيهم بنفسك لكن خل اولويتك بورقبة هذا اذا وصلت عند هذا الحافة بتشوف سامراي راح يرسبن لكن ناظر يسارك وبتشوف نفس الشي بورقبة هنا صفيه وبتحصل كذا واحد بعد ما تصفي هذا اول واحد راح تشوف سامراي اختفاء بعد ما يختفي تكمل سيد وتقتل ذيابه اللي بطريقك وركز بعدين على ثلاثة بيجونك بورقبة هذا شوف للمعلومة انت ما تحتاج تسوي هذا كله تقدر تنزل وتقاتل السامراي لكنه صعب انا نصيحتي يعني عشان سهل الموضوع انك تنظف المنطقة اول المهم بعد ما تقتله راح تحصل زي الشجرة عندها الجثة هذي اللي فيها الدرء اللي ريده هذا الدرء طبعا متناسب كثير مع شخصية سامراي ولكن ماهو بحصرا فتقدر تستخدمها اكيد مع كل الشخصيات طبعا عشان تكمل السيد كامل يفضل انك تاخذ الوكينا ماسك لانه ما يجي مع الدرء في هذا المكان المميز في هذا الماسك انه يسوي لك بوست للدكسترتي عندك وينقص من الفوكس غير كذا راح ارويك من افضل الكتانة اللي في اللعبة اللي هو اسمها ريفر اوف بلد اللي يتناسب كثير مع شخصية السامراي والحنا يا شباب راح ارويكم من وين نجيب الكتانة والماسك من تشيرتش أوف ري بوز هنا راح يهجم عليك MBC ومجرد ما تهزمه راح تحصل الماسك ورح تحصل الكتانة واتمنى المقطع لنرى العجابكم باخوان لا تنسوا اللي اكل اشتراه ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته